أمر الصلح المقصود فيه بالحواث المرورية البسيطة عندما يتفق أطراف الحادث ويعترف المخالف بارتكابه الفعل المتمثل بالاستدام يتم الذهاب إلى ضابط المغفر لإعداد نماذج معينة لهذه المخالفة وتسجيلها بالحاسب الآلي ومن ثم يقوم بدفع القرامة المالية سواء عن طريق الأونلاين أو عن طريق مراكز الخدمة أو التوجه مباشرة إلى الإدارة العامة للمرور بالمحافظات المختلفة حيث أن تكون المخالفة قد رصدت وسجلت بالحاسب الآلي ومن ثم يقوم ضابط المغفر بتسليم المتضرر الذي نسمحه المجني عليه الأوراق الخاصة لكي يقوم بمراجعة شركات التأمين المختصة أخذ المقايسة وتقييم الأضرار ومثلما الاتفاق على بند التعويض الذي يتفقون عليه